بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله أخبرني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهم قال لي لو شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة وقال وقال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وددت لو أن لحمي قرض بالمقاريط وكلما قطعت منه قطعة طبق الناس سنة حتى يكون آخر قطعة من جسدي مع آخر قطعة يطبقها الناس الحرص على هداية الناس وصلاحهم ورجوعهم إلى الله واستقامتهم على الحق مطلب عظيم رئيس في قلب المؤمن والدعوة إلى الله عز وجل هي طريق هذا الإنسان المسلم حين يكون قد وضع نفسه على الصراط المستقيم وعندما يكون أدرك مفهوم العقد الذي بينه وبين الله عز وجل وحين يكون قد وعى أن الله سبحانه وتعالى سائله عن علم تعلمه وعن فهم في كتاب الله فهمه وعن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فإنه يكون داعية إلى الله عز وجل وإلى الخير وإلى الخير لأن الله عز وجل أخبر في كتابه الكريم أن هذه هي صفة المؤمن فقال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وإذا كان هذا شأن المسلم الفرض فشأن مجتمع المسلمين أنه مجتمع دعوة إلى الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا مطلق لكل الأمة فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه قال بلغوا عني ولو آية فإذا الفرد المسلم حين يكون على الصراط المستقيم فهو الداعي إلى الخير ومجتمع المسلمين حين يكون مكون من أولئك الأفراد الذين كل واحد منهم على الصراط المستقيم سيكون ذاك المجتمع أيضا مجتمع دعوة إلى الخير وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم عزمة شديدة على المسلم أن يتجرد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره الله جل جلاله يسأل العبد ووقوف الإنسان بين يدي ربه فردا أخبرنا الله عز وجل عنه في كتابه فقال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عد لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيسأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره قال فإذا لقن الله العبد حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس والشاهد أن هذه العزمة الشديدة من النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يتجرد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه المقومات الثلاث الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي معلم هذه الأمة وهو الصفة التي ذكرت بها في كتب السابقين وذكرها الله عز وجل في كتابه وهذا منطوق هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الداعي الداعي إلى الخير هو بهذا العمل أدخل نفسه في خير الناس فخير الناس من دعا إلى الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذه واحدة فلنحفظها ثم أيضا أن الدعاة إلى الله جل جلاله هم الشهداء على الناس يوم القيامة قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالدعاة إلى الله هم الشهداء على الناس يوم القيامة فإذا ما أوقف الله عز وجل العصات وأوقف الله عز وجل أهل الكفر وأوقف الله عز وجل أصحاب الكبائب وأراد محاسبته فرغبة في الفرار يقولون لم يبلغنا أمرك وشرعك ودينك فيكون الدعات هم الشهداء على بلاغ هذا الدين للناس فيقفون هذا الموكف العظيم أيضا الدعات إلى الله هم المفلحون هم المفلحون في الدنيا وهم المفلحون في الآخرة وهذا بنص القرآن وهذه الآية التي بين أيدينا نطقت بهذا الله عز وجل قال وأولئك هم المفلحون وهذا التخصيص يُعلي من شأن هذا العمل وأيضا الدعات إلى الله هم أحسن الناس حديثا فلا أحد يتحدث بحديث أفضل وأجمل وأعلى وأنفع وأثمر وأرضى عند الله مما يتحدث به الداعي إلى الخير والدليل على ذلك قول ربنا عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأيضا خامسا الدعاة إلى الله يستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير وسادسا الدعاة إلى الله أجورهم لا تنقطع وأعمارهم تنتهي بالموت أما أجورهم فباقية قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا فمن دعا إلى الله وفارق الدنيا فإنما دعا إليه ومن عمل بما دعا إليه سيلحقه أجره وهو في قبره ثم أيضا الداعي إلى الخير قدوته وأسوته في ذلك رسل الله وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأمر الدعوة عظيم والحاجة إليها عظيمة ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء وحاجتهم إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراء حاجة الإنسان إلى التنفس إن انقطع عنه ذلك مات وحاجة الإنسان إلى الطعام إن انقطع عنه ذلك مات والمترتب على ذلك موت الجسد أما حاجته إلى الشريعة فهو موت القلب موت الروح ومن مات قلبه خسر الدنيا والآخرة وشتان بين الميتتين فأمر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيم وهذه صفة هذه الأمة ولذلك كما قال أهل العلم فإن أدلة الكتاب والسنة دلت على وجوب الدعوة إلى الله وأنها من الفرائض أدلة الكتاب والسنة دلت على وجوب الدعوة إلى الله وأنها من الفرائض وهنا كما تبين لنا من خلال درس الماضي الفرض هنا هل هو فرض عين وهذا قول عدد كبير من المفسرين ومنهم من قال فرض كفائي والمعنى أنه ما دامت الحاجة موجود إلى بلاغ الدعوة فالفرض قائم حتى يتحقق هذا البلاغ حتى يتحقق هذا البلاغ فإذن هذا حكم الدعوة إلى الله جل جلاله وإذا تأملنا أيها الإخوة الأكارم هذه الأحكام العظيمة وهذه المنزلة العلية الرفيعة لأمر الدعوة وهذا التأكيد وهذا البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العزم الأكيد منه عليه الصلاة والسلام لأمته أن تقوم بهذا الأمر إنما رد ذلك أول ما يكون لأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة وأن هذا الدين هو الدين الخاتم فلا رسالة بعد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا دين بعد دين الإسلام ولا كتاب بعد القرآن وهنا يدرك الإنسان عظم الأمانة فليس بعد هذا النبي الخاتم رسول يبعث وليس بعد هذا القرآن كتاب يتنزل وليس بعد الإسلام دين لذلك حفظ الله عز وجل هذا الكتاب وتكفل بحفظه وأخبر عن كماله وتمامه فقال عز وجل مخبراً عن كماله وتمامه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام وقال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء فهو إعلام بكمال الدين وتمامه ورضى الله عز وجل عن هذا الدين ومن عمل بهذا الدين رضاً لا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة وأيضاً أن الله أعلم أنه حافظ هذا الكتاب فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وأخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن بعثته للعالمين وللناس كافة فقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً فالكتاب محفوظ والله عز وجل أتم فيه الدين وأكمل به النعمة ورضيه للعباد تشريعاً وحكماً إلى يوم القيامة والله عز وجل جعل رسوله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم إلى يوم القيامة وبعثه للناس كافةً فكانت هذه معالم تشعر هذه الأمة بعظم المسؤولية نحو هذا الدين وبلاغه فأمر الدعوة يتتابع في الناس تتابع الزمن فكلما كان جيل حمل هذه المسؤولية فإذا ذهب ذاك الجيل تحملها من بعده وهكذا إلى يوم القيامة فهي أمانة عظيمة بدونها الخسارة التي لا خسارة بعدها قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هي دعوة إلى الخير ودعوة إلى الله والله عز وجل يخبر أن الناس كلهم في خسارة إلا من قام بهذه الأمور الأربع وللدعوة إلى الخير والدعوة إلى الله تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فيقول الله عز وجل ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فبعد صلاح صلاح الذات على مستوى كل فرد وذاك بالأمر بالتقوى وبعد صلاح المجموع والمجتمع بالأمر بالاعتصام بحبل الله والاجتماع عليه وعدم الافتراق وعدم النزاع والاختلاف ليتحقق صلاح مجتمع المسلمين فعندها جاء التوجيه لأن تكون هذه سمة هذه الأمة أن تبلغ أمر دين الله عز وجل للناس جميعا لأن هذا الدين كل بشر يعقل ويسمع فهو بحاجة إلى هذا البلاء كل بشر يسمع ويعقل فهو بحاجة إلى البلاء وأهل الإسلام يتحملون هذه المسؤولية في إبلاغ هذا الأمر إليه فقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة فقوله عز وجل ولتكن منكم أمة اللام قلنا لام الأمر والأمر يقتضي الوجوب ولتكن منكم أمة قوله عز وجل منكم هل هي للتبعيض هذا قول بعض المفسرين أم أنها صلة ليست للتبعيض ويكون المعنى أي كون أمة تدعو إلى الخير وهذا أيضا قول عدد من العلماء وعلى القول الأول تكون الدعوة فرض كفاية بمعنى إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وعلى الثاني أي أن كل إنسان مكلف بحمل هذه الأمانة والشرط في ذلك القدرة والاستطاعة مع العلم مع العلم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يَدْعُونَ إلى الخير ما هو الأمر الذي يدعو إليه المسلم وصفه الله عز وجل هنا بالخير فما المراد بالخير ما المراد بالخير الخير وكل الخير معرفة الله عز وجل وكل ما يؤدي إلى معرفة الله عز وجل والقيام بحقه فالخير معرفة الله وكل ما يؤدي إلى معرفة الله وكل ما يبين حق الله على العباد فهذا هو الخير فيدخل فيه جميع شرائع الإسلام فإن كان من شرائع الإسلام إقام الصلاة فمن بلغ ذلك فهو داع إلى الخير وإن كان من شرائع الإسلام الزكاة والصيام والحج وإن كان من شرائع الإسلام الطهارة والصلة وحسن الجوار وإن كان من شرائع الإسلام أن أن الإنسان ينهى عن المنكة فكل ذلك من الدعوة إلى الخير فإذا يدخل في الخير أول ما يدخل في الدعوة إلى الخير أن الإنسان يعرف بالله جل جلاله وما له من صفات الجلال والكمال وما له من الحق على عبيد وأعظم الحقوق حق العبادة له وإفراده بالعبادة جل جلاله فهذا من الدعوة إلى الخير وشرائع الإسلام تعليم ذلك للناس من الدعوة إلى الخير والعمل الصالح بين الناس ليتأسوا به من الدعوة إلى الخير فإذا يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إذن يدعون إلى الإسلام وشرائعه العظام وإبلاغ ذلك للناس قولا وعملا قولا وعملا فكما أن الإنسان يدعو بقوله فكذلك يدعو بعمل إذا وضع الحرام والناس امتدت أيديهم إليه وكففت يدك عنه لحرمته فقد دعوت بهذا العمل إلى الخير وإن أكل الناس الحرام وكففت عن ذلك فقد دعوت إلى الخير وإن بيّنت ذلك للناس فقد دعوت إلى الخير والإنسان المسلم كيف لا يكون داعية إلى الخير والله وقد وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الصحابة رضوان الله عليه وقال ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفطنون جيرانهم ولا يفقهون جيرانهم وما بال جيران لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون من جيرانهم والله لئن لم يعلم جيران جيرانهم ويفقه جيران جيرانهم لأعاقبنهم في الدنيا قبل الآخرة ثم نزل من على من بري عليه الصلاة والسلام فجلس الصحابة يتذاكرون من هؤلاء الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد قالوا أراد الأشعريين قوم قراء يقرأون القرآن وجيرانهم قوم سقاء عوام يحملون الماء فلا هؤلاء دعوهم وعلموهم ولا هؤلاء جاءوا إليهم وقالوا لهم علمون فبلغ الأشعريين هذا الأمر فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين وقالوا يا رسول الله لقد ذكرت الناس بخير وذكرتنا بشر فأعاد لهم ما قال فقالوا يا رسول الله أيلزمنا أن نعلم جيراننا وأن نفقه جيراننا فأعاد لهم الكلام فقالوا يا رسول الله أمهل ناسنا أعطينا فرصة عام حتى ننجز هذا العمل فأمهلهم ورجعوا إلى جيرانهم وأخذوا يعلموهم إذن هذا الأمر العظيم الذي هو بهذه المنزلة وهذا هو شأن الإنسان مع من حوله فأنت إما أخ وإما أب إما زوج وإما جاب وإما قريب وإما صدق وكل هذه القرابات وهذه الصلاة وهذه العلاقات مترتب عليها حق نحو دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منك والله عز وجل سيسأل الإنسان كما مر معنا حديث الإمام أحمد وابن حبان الله سيسأل هذا الإنسان رأيت منكرا لما لم تنكر رأيت نقص في عدم عمل في مأمور لما لم تعلم فإذن هذا قضية الخير ويقول الله عز وجل ويأمرون بالمعروف ما الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والدعوة إلى الخير الأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم هو النهي عن المنكر وهذين الأمرين إطلاق أحدهما لوحده يدخل فيه الآخر فإذا قيل الأمر بالمعروف فقط فيكون المقصود يدخل فيه الأمر والنهي وإن قيل النهي عن المنكر لوحده فيدخل فيه الأمر والنهي أما إذا ذكر معا فيكون الأمر بالمعروف نحو الأمر بالفعل المطروف والنهي عن المنكر النهي عن فعل النهي نهي عن نهي قد فعله الإنسان أما العلاقة بين الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول إذا ما ما الفرق هنا عندما جمع ذلك كله في مكان واحد وجاءت الربط بينهما بحرف العطف الواو والواو حرف العطف اقتضي المغايرة فما الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند اجتماعهما أن الأمر بالمعروف يكون أمر بفعل المأمور يعني مثلا يأمر الإنسان إنسانا بأن يصلي فإذا هذا أمر بمعروف النهي عن المنكر ينهى إنسانا أن ينظر إلى ما حرمه الله إذن هذا نهي عن منكر طيب الدعوة إلى الخير يدعون إلى الخير أن الدعوة إلى الخير تشمل ذلك كله فيكون الأمر ابتدأ بالأمر العام وهو الدعوة إلى الخير ثم ذكر الكسمين كل منهما على حدة فإذن الأمة صفتها وما تعرف به أنها أمة دعوة إلى الخير لا إلى الباطل هذا سمتها وهذا صفتها وهذا معلمها الذي تعرف به ثم عملها مفرد ذلك العمل سيكون إما أمر بمعروف وإما نهي عن منكر فإذا بين هذا وبين هذا أمر بمعروف أو نهي عن منكر ثم يقول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون أي أولئك هم السعداء أولئك هم السعداء هم الناجحون عند الله هم الفائزون هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين هذا عملهم وهذا صنيعهم وهذا سمتهم في هذه الدنيا يعرفون بين الناس بأنهم يدعون إلى الخير ويعرفون بين الناس بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعرفك بذلك ولده ويعرفك بذلك زوجته ويعرفك بذلك جار ويعرفك بذلك القريب والبعيد تعرف بذلك إن إن رأيت النقص أردت تكميله وإن رأيت المخالفة أردت إنهاءها فيعرف الإنسان بذلك بذلك فيكون هذه شهادة الناس له هذه شهادة الناس له والناس شهداء الله في أرضه فإذا كانت الأمة ستقوم مقام الشهادة على سائر الأمم لأنها آمن وصدقت وأنها مستعدة أن تقف هذا الموقف بين يدي الله إن وقف أتباع إن وقف أقوام الأنبياء وحاج الأنبياء بأنهم لم يبلغوه فيطلب الله من الأنبياء شهداء على أنهم بلغوا فسيقولون محمد وأمة عليه الصلاة والسلام فتقوم هذه الأمة مقام الشهادة على الغائبين فكيف لا تنجز أمر الشهادة على الحاضرين وكيف لا تؤدي هذا الحق فيستحضر الإنسان هذا المعنى وهذا الوصف العظيم الذي ذكره الله عز وجل عن هذه الأمة ولذلك الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه في إحدى حجاته رضي الله عنه حج البيت ورأى خللا في الناس فقام رضي الله عنه خطيبا في الناس وقال لهم إن الله عز وجل جعلكم خير أمة فمن أراد أن يكون منها من أراد أن يكون من خير أمة فدونه الشر ما هو الشر دعوة إلى الخير أمر بالمعروف ناهي عن المنكة الله عز وجل وصف هذه الأمة بهذا الوصف فمن أراد أن يكون منها بحق وأن يأتي يوم القيامة ليكون من هذه الأمة فعليه أن يلبي وأن ينفذ ذاك الشر أن يكون من الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر والداعين إلى الخير فمن حقق ذلك حقق الله له ما وعد ومن لم يحقق ذلك أخرج نفسه من هذا الوصف أخرج نفسه من هذا الوصف فاحذر أن تغريك النفس الأمار بالسوء وتخرجك من هذا الوصف حين لا تقوم بهذا الأمر حين لا تقوم بهذا الأمر ولذلك كان السلف رحمة الله عليهم يستشعرون الألم إذا رأوا المنكر وصعب عليهم تغييره كما كان يقول سفيان الثور رحمة الله عليه يقول إني لأرى المنكر فلا أطيق تغييره ما أستطيع قال فأبول دم كمد يمرض ويبول الدم مما أصابه من الهم وأنه عصي الله وما استطاع أن ينكر فإذن هذا الأمر العظيم وهذه حقوق التي تدخل الإنسان في هذا الوصف ثم يقول الله عز وجل وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لما كان أمر الافتراق عظيم وأثره على المسلمين كبير كم ذكر الله عز وجل به وكم حذر الأمة منه ها نحن نرى في أمر صلاح مجتمع المسلمين جاء التحذير من قضية الافتراق في الآية التي قبل هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم أيضا يتكرر الأمر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وهذا فيه تحذير عن التأسي بأهل الباطل فيه تحذير من التأسي بأهل الباطل وأيضا فيه إشارة إلى البعد والمفارقة حتى لا يتأثر وأما الاتصال فلا يكون إلا إذا كان في الميدان الأول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فالصلة والتواصل حين يكون مرادها دعوة إلى الخير وأمر بمعروف ونهي عن منك وإن كان هناك عجز عن ذلك فالأصل المفارق وهذا قيد مهم فإذا هذه الصلة مع هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف والمقصود هنا على قول أكثر المفسرين أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيكون التواصل معهم بهذه الغاية وبهذا الهدف والداعي أن يعادوا إلى الحق وأن يكونوا من أهل الحق ولا تكونوا كالذين تفرقوا فهذا نهي من الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين ينهاهم الله جل جلاله أن يكون حالهم كحال هؤلاء فإذاً هو نهي وأيضاً فيه ذم ذم لهذا العمل كونه ربط بمن الله عز وجل غضب عليهم والله عز وجل لعنهم والله عز وجل أخبر عن مآلهم ماداموا باقين على كفرهم وأنهم من أهل النار وهذا كله تنفير للإفتراء وأن يبتعد الإنسان عن هذا الخلق فلذلك أهل الإيمان جعل الله بينهم علاقة الأخوة والمحبة إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة هذا الرباط العظيم وقد وقفنا مع هذه القضية مرات ومرات وأدركنا أي مكانة للاجتماع وأي شؤمن يترتب على الافتراق يكفي أن معية الله ونصرة الله وتأييد الله كل ذلك يرفع عقوبة الافتراق وعقوبة النزاع فالله عز وجل يقول وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا وَهُنَا فِيهِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلْ وَالْأَيْمَا وَالْأَيْهِ وَالْآيَاتُ وَالْآيَاتُ الَّتِي أُجْرِيَتْ عَلَى أَيْدِي الْأَنْبِيَاءَ بدلاً من أن يكون ذلك سبباً في اجتماعهم وإذا بهم والعياذ بالله جعلوه سبباً لافتراقهم فالله عز وجل يحذر هذه الأمة أن يكونوا مثلهم وأن يسلكوا طريقهم ولذلك يكون الإنسان أحرص ما يكون على الاجتماع فالعالم يكون هذا أكبر مقاصده وغاياته في تعليم الناس أن يبين لهم كيف يحققون الاجتماع والإتلاف فيما بينهم وكبار القوم ووجهاؤهم من أكبر أيضاً مقاصدهم مع من حولهم أن يحققوا فيهم الاجتماع وأن يعالجوا أمر النزاع والافتراق لذلك كان أمر الإصلاح بين المتنازعين أجره عظيم ومكانته عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة أي النفل قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فسعي الإنسان بالإصلاح بين الناس من أعظم الأعمال وكما عرفنا أصلاً هذه الآيات دلتنا على موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بلغه عن الأوس والخزرج ومن سعى بينهم من اليهود في أن يثير العصبيات السابقة فقاموا وافتركوا وأرادوا أن يتقاتلوا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقام مسرعاً مع من معه من أصحابه ليصلح بين هؤلاء فيقول وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا فلذلك الحذر أن يكون أمر هذا الدين وما جاء به الدين أن نجعله طريقاً للنزاع والخلاف بل ينبغي أن يكون ذلك وما أنزل الله هذا الوحي إلا ليحقق بين المؤمنين به الائتلاف والاجتماع والأخوة للإفتراق والنزاع والخلاف واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ففي الاجتماع رحمة وفي الاجتماع فلاح وفي الافتراق عذاب عظيم فيكون الإنسان بهذا الأمر فالإنسان بين أمر ونهي فالأمر اجتماع والنهي الافتراق فالله عز وجل يحذر من ذلك ثم يقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أعظم الدنوب الكفر بالله وأعظم عمل يلقى الإنسان به ربه عز وجل وأشأم عمل الإنسان يلقى به ربه عز وجل أن يلقاه كافرا به جل جلا ولذلك المؤمن أحرص ما يكون في الحفاظ على إيمانه ودينه والمؤمن أبغض ما يكون إليه أن ينتقل من دينه إلى الكهر ولذلك يخاف هذا المؤمن أن يجر إلى هذا الطريق فلذلك تجده حذر ومن حذره بعده عن المعصية من حذره معرفته لأعدائه ومفارقته لهم ويتقدم أعداؤه إبليس ثم جند فالمؤمن يدرك ما هي قيمة الإيمان الذي أكرمه الله به ويؤمل على ربه عز وجل أن يجازيه على إسلامه وإيمانه الجزاء العظيم وأن يُعطيه على إيمانه به جل جلاله الجنة وأن يُبلِّغه رضوانا فلذلك هو فرح بما هداه الله له من هذا الدين وأيضاً هو في حال حذر وخوف أن تُغريه نفسه الأمار وشيطانه فلذلك الإنسان بين الرجاء والخوف فرجاءه دافع لثباته على إيمانه وخوفه دافع في أن يبغض الكفر وأهله فهناك حب للإيمان ولأهله وهنا بغض للكفر وأهله وبين ذلك لجأ إلى الله دائم أن يُثبِّته على هذا الدين ودعاء أيضاً دائم أن الله يُجنِّبه طريق الظالين وهذا ما نسأله الله عز وجل في كل ركعة عندما نقرأ الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم فهي دعوة تتكرر من المؤمن أن يكون من فئة أهل الهدى أهل الإيمان وأن يكون بعيداً عن أهل الظلال المغضوب عليه ولو كانت هناك دعوة أعظم من ذلك لذكرت في هذا المكان طلبوا الهدى أن تكون على طريق الهدى ومع أهل الهدى وأن تكون مفارقاً لمن فارق الهدى وكانوا في الشق الثاني فيقول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قضية الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يدفع الإنسان للثبات على الحق ومفارقة الباطل ومن أعظم ما يسلّي الإنسان على فقد كل مفقود في هذه الدنيا ومن أعظم ما يسلّي إذا ظلم وإذا هضم حقه وإذا أوذي من أعظم ما يجعله يطمئن بأن ما أنجز سيكافى عليه علمه بأن بعد هذه الدنيا حياة أخرى وأن فيها جزاء وحساب وفيها مكافأة وعطى وأن الذي أخبر عن ذلك هو الله جل جلال والذي وعد بذلك هو الله جل جلال وقال الله وقال الله عز وجل عن وعده وقوله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا وقال ومن أوفى بعهده من الله والجواب لا أحد لا أحد أوفى من الله ولا أحد أوفى من الله في وعده ولا أحد أصدق من الله في قوله وحديثه ولا أحد أقدر على أن ينجز ما وعد من الله جل جلال فهو أوفى الأوفياء وهو أصدق القائلين وهو القادر جل جلال فيوم القيامة إذن هو المعلم الذي يجعل الإنسان يثبت على طريقه ويعلم بأن حقه سيأخذه والله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وقال الله عز وجل ويخبر عن مشهد من مشاهد القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا هناك شيء منسي وليس هناك شيء متروه والجميع سيوضع في الميزة وأنا شاء الله عندنا من ثقلت موازين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة